السلام عليكم شباب وياكم محسين هيسو 3D اليوم راح نسوي اول تطبيق لنا اللي هو hello world التطبيق سهل جدا و ان شاء الله يكون واضح اوكي single view application product name hello world organization team tdt اهم شي اللانجوج نخليها على السوفت الديباس اللي هنشغل عليها هو الايفون ناكست create اوكي هسا راح الميني السوري بود اوكي هذا الفيو خلي نعدل الهجم مالتا استصار على حجم الايفون 6 شاشة الايفون 6 اوكي هسا هذا الكلاس مالتا view controller تابع الهاي اوكي هسا مكونات التطبيق اللي هو hello world عبارة عن شاشة واحدة اللي هو view واحد يعني اقصد هذا الفيو راح يحتوي على label اوكي راح يحتوي على button راح يحتوي على text field اوكي اوكي شنستفاد من عندهم اول شغلة text field راح يطينا امكانية انو اندخل text التكست البطن راح تسوي لنا في الفنكشن معين الفنكشن اللي راح تسوي لنا بهذا البرنامج انو راح تاخذ التكتس الموجودة هنا و راح تحطها بهذا اللابل اوكي خلق سوي خلق سوي سل اللابل من هنا اوكي التكست اللي اريده تكون باللابل يعني ما راح اخلي اي تكست اخليه فارغ اوكي الكولر اللي اريده للتكست اللي راح تطلع لي هو حاطليه اسود راح احطه مثلا اوكي خلي اشوف اخليه احمر الفونت السيستم حجم الخط راح اكبره اخليه على ال 24 موقع التكست راح تصير بالنص اللاينز لان ما راح نكتبه نهو اللاينز يعني عدد الاسطر اللاينز يعني عدد الاسطر الخليها ديفولت بيضة يعني ديفولت اوكي البطن خلي نساوله اخليه التايب سيستم اسمها راح نقوله اوه شو تكست تقدم تتغيرها بكبه الفونت السيستم اوه راح نغير بس حجم الخط اوكي تكست كالر خليها سود شادو اخليه ابيض اندي بعض هاها 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 التكست فيلد خليه مكبرة اوه البلايس خولدر يعني كتابه بس ما تكون واضحة كلش اللي هي يعني تريد تقوله لليوزر تقوله هذا التكست فيلد مخصص الشيء معين فاني راح اقول له مثلا تايب هي اوكي ثلما تلاحظونا انضافت عندي تايب هير اوه مو واضحة كلش هذا يسمو بلايس هولدر اقدر اضيف تكست بس ما يحتاج الكالر اوه يعني الكالر ما ما التكست اللي حيدخلها اليوزر دعنا نغير هنسويها اخطر هبقى حلو خلي ازرق اوكي بعد ما عدنا شي اوكي اوه هسه نبدي نشتغل اوكي طريقة الرابط بين الالامنت الموجودة عندنا في viewcontroller اوه وبين الفونكشنز او الموجودة عندنا في editor اريا عندنا يعني اكثر من طريقة اول طريقة انه تسوي at ip outlet طبعا نازم تتبع هنا على capital و small letter وهي تشغلات variable متغير اسم المتغير هو input text اللي هي من نوع ui text field اوكي نعم خلاص طفنا هسه هاي ال input text اللي من نوع ui text field فاكيد هاي اريد اربطها ال outlet هاذا اريد ارتب text اللي عدي اشلون اختار viewcontroller اذهب الى Outlets المفروض تطلع الى هنا ايه هنا الـ input text هذا الـ input text نربط نربط الـ UI text field اوكي ها اول طريقة ثاني طريقة هذا الـ label يعني هو مغفل لاني مضايب لأي ايه نسوي الى drag ودروب على الـ editor نضع name output text الـ connection outlet الـ type UI label اوكي نقول الى connect صار عندنا هس اول واحد هو الـ output text اللي هو من نوع UI label هذا الـ label واللي مرتبط بالـ label هذا الـ label الـ input text اللي هو من نوع UI text field هذا ما بقى عندي؟ بقى عندي الـ button هاية راح اربطها اوكي الـ connection ما راح يصار Outlet الـ connection راح يصار action الـ name مثلا نحطي name اوه show text type mount to any object الـ event اللي راح يصار touch up inside argument sender اوكي connect اوكي اوكي هذه الـ function اريدها تاخذ التكست الموجودة او التكست اللي كتبها اليوزر بالـ UI text field وتحط ليها ويه الـ label ومو بس تحط ليها للـ text وحدها وانما اضيف لي بعض عليها مثلا hello وها وراها التكست اللي دخلها الـ user فاقول له input text dot text is equal to output text text اوه لا العفو العفو output text dot text is equal to مثلا خلي hello وانضيف الـ input text dot text اوكي اوش يعني ان هذا الكود هذا الـ function هاية راح تخلي الـ output text اللي هو الـ label والـ text اللي مالته تساوينا hello والـ input text dot text يعني التكست اللي ادخل الـ user هنانا اوكي خلي نسويرا نجرب ما عدنا نقص ما عدنا اشي نقص اوكي خلي مثلا على iPhone 6 3 6 3 4 5 6 6 بس اول مرة شوية اطول اوكي بلد سيكسي اوكي هذا التطبيق مرة تنشتغل خلي نجرب بس اوكي خلي اكتب بس كمثال اسمي الاشو تكست لاحظوا هلو والاسم اللي دخلته اذا ترجعون للكود راح تجلقو هلو زائد الانبوت تكست اللي هو الUI تكست فيلد دوت التكست اللي يعني الكلمة اللي انا ادخلتها بهذا الUI تكست فيلد اوكي ان شاء الله يكون الدرس واضح اي سؤال السف ساراني حاضر تقدرون ترسلوني على الكي اي كي الفيسبوك الموجودات بالدسكريبشن تقدرون تكتبوني اسئلتكم على الكومنت سكشن شكرا للمشاهدة لا تنسون اللايك والسبسكريب والشار بالقصد اور جبي يا بي اشتركوا في القناة